بسم الله الرحمن الرحيم جينا النهاردة لميزة مهمة جدا وميزة رائعة جدا جدا وهي كيفية اضافة ميزة التحكم في خلفية الموقع للسيمز بتاعنا يعني ايه الكلام ده انت ممكن تعمل سيمز وتثبت الباك جراوند بتاعته لكن لو انت عايز السيمز بتاعك او التمبلت بتاع الورد بريس يكون يعني مرن او يكون ديناميك اكتر فانت ممكن تضيف في اسيمز بتاعك امكانية ان المستخدم يختار لون خلفية الموقع او حتى يحط صورة بمزاجه من خلال الداشبورد طيب نقدر نعمل ده ازاي هو ده موضوع النهاردة ويلا بينا نبتدي بعد ما بيتم تفعيل امكانية الباك جراوند بتضاف هنا ايقونة كمان تحت السيمز طبعا وقت تفعيل السيمز بتاعنا اللي احنا شغالين عليه بيتفعيل ايقونة باك جراوند والمستخدم بيقدر ان هو يختار زي ما هو عايز صورة او كالر او لون زي ما قلت بس ازاي ان يقدر نعمل كده فده بيكون من خلال بيكون من خلال الجزئية الفانكشنز نخش على فانكشنز دوت بي اتش بي وبنبتدي نفعل الامكانية دي لما ننزل كده ونحط الدالة بتاعة اد سيم سابورت اد سيم سابورت وبعد كده بنختار الكاستوم باك جراوند ده بكل بساطة طبعا لو انت مجرد انك بس تضيف الفانكشن دي حتى وتختار الخاصية بتاعة من غير ما تحط الاري دي فالنتيجة ان فعلا بيتم تفعيلها لكن ده لو في حالة الاري دي انت بتحطها لو في حالة ان انت عايز تحط ديفولت او تحط لون طبيعي او تحط مثلا اه اه صورة تبقى اساسية وتخلي المستخدم يغيرها بس انا هحط الفانكشن دي على حالها كده وهعمل سيف دي بتتحط فين في فانكشنز دوت بي اتش بي هعمل كده وهارجع للداشبورد وهعمل ريفرش هلاقي فعلا ان الخاصية بتاعة اصبحت موجودة لو دخلنا عليها فهنا انا ممكن اختار اه سليكت اميج تمام سليكت اميج بس في حاجة وهي ان اه 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 طبعا الصورة مش مفعلة حاليا هنا وبيتظلب ان انا اقوم بتفعيلها حاجة تانية كمان لو نلاحظ انها اضافت هي كالرز يعني انت لو حطيت الده اللي هي بتقوم بتفعيل حاجتين كالرز وباكجراوند اميج كالرز برضو نلاقي ان هي مفعلة ومختارة لون طبيعي او تلقائي طيب ازاي بقى اتحكم في ان انا احدد لون يكون هو الاساسي او صورة اساسية واخلي المستخدم هو اللي غيرها دي بقى فايدة الايه فايدة الاري تقدر ان انت تحط الاري بالصفة مباشرة هنا المصوفة او تقدر ان انت تحطها في متغير وبعد كده المتغير بتحطه رقم اتنين او اللي هو العامر رقم اتنين في الدلا بتاعت اد سيم Wakar support وبتحط اه اه بقى جراوند تمام لو انت عايز بس تختار دي للقاي ومش عايز تحط صورة فبكل بساطة بتقدر تعمل ده من خلال ان انت يعني طبعا المفتاحين الاساسيين default dash color وتحط الكود بتاع اللون default dash image وتحط رابط الصورة ممكن تسبت ال default الاساسية مثلا صورة بس او color بس مش شرط انك تفعل الاتنين مع بعض فانا مثلا هقول ان انا مش عايز دي انا بس عايز يبقى اللون الاساسي هو اللون اللي هيكون تقريبا كده يعني رماضي تقريبا وبعد كده بروح واخد الاسم او المتغير اللي تم تخزين في المصفوفة وبحطه كعامل تاني في ال ad theme support واهم حاجة custom dash background جميل جدا على حال ده كده هل لو انا جيت غيرت في ال color مثلا غيرت مثلا اللون وراحت مختار لون اخضر بصوا فعلا بيتفعل بس في حاجة في حاجة انا مثلا هسبت اللون ده كده وهعمل publish في حاجة لو انا جيت عملت refresh هلاقي ان ما فيش اي تأثير حصل هتقول لي ليه هقولك لان في حاجة مهمة جدا جدا لازم تتأكد منها انك بتيجي عند التصميم الاساسي نرجع مثلا عند الهيدر او ملف الهيدر dot php ونيجي عند ال body منطقة ال body او tag body ومهمة قوي ان انت تحط فيه او تستدعي فيه الدلة اللي هي built in في ال wordpress اسمها ايه body underscore class ودي بتطبع دي تنفيذية مش مش بتبقى مثلا محتاجة انك تعملها ايكو فبس بتستدعيها بالطريقة دي بتيجي عند ال body وتحط ايه تحط body underscore class والدلة دي مهمتها انها بتفعل خاصية الالوان والbackground في السيمز بتاعك التلقائية يعني بتعتمد على حسب ما المستخدم هو عايز ايه ففي الحال ده مثلا انا عملت اعمل ريفرش هلاقي فعلا ان ال background اتفعلت على السيمز كله او الموقع كله سواء الصفحة دي او الصفحة دي ايا كان ودلوقتي اصبح عند المستخدم يقدر ان هو يغير اللون فعلا ويتم تفعيله بكل بساطة طيب تعال بقى نشوف هل الموضوع ده هينطبق على الصور اهو هل ينطبق على الصور اه ينطبق على الصور ارجع باك تعال عند ال background image select image اي صورة انت عايزها choose image وبعد كده بتبتدي تحدد الخصائص بتاعتها لو انت عايزة default الوضع الطبيعي انها بتتكرر عايزها fill screen عايزها fit to screen او عايزها custom والكاستوم انت بتحدد position بتاعها ازاي فين وبتحدد لو انت مثلا عايزها تكون يعني كانه css بس ايه بس يعني من خلال الwordpress هنا بالايد كده ولو انت عايزها يتعملها repeat لو انت عايزها انها تبقى scroll with page هي الطبيعي انها بتبقى ثابتة يعني لو على الحال ده كده publish refresh هلاقي انها ثابتة واقدر ان انا احرك الانزل وطلع بدون ما تتحرك لكن لو انت عملت scroll with page يعني خليها تنزل وتطلع مع page فالنتيجة انها فعلا هتلاقيها بتنزل وتطلع مع page بالشكل ده ازا يبقى بتاعي اصبح تاني عشان ما تطلق بطش اخر حاجة افتكر ان اللي انا حطتها في الملف بتاع هي عبارة عن add theme support و custom background مهمة او كلمة دي دي بتعمل ايه دي بيدفع عليك التحكم في اللون وفي الصورة مش حاجة واحدة كباك جراوند كباك جراوند اللي هو colors وباك جراوند امج طيب اما لو في حالة انت عايز تمسح الصورة وعايز تخلي بس لون يبقى remove و publish وفعلا ده بيتم تطبيقه على الموقع ازا يبا انت كده خليت style style او seems بتاعك marine والمستخدم يقدر يتحكم فيه بصورة اكبر طيب اتمنى ان يكون الدرس سهل الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الالوان بقى في العناصر مش مجرد background بس لا يعني مثلا افرض انا عايز اتحكم في العنصر ده في البار اللي فوق في كل تفصيلة في الموقع عايز احط لها كده ايه اه في ال dashboard الوان وخلي المستخدم يتحكم فيها هل ممكن ده الاجابة هي اه شوف الدرس القادم ان شاء الله ويلا بنا التابعة شكرا